ابرزت المجلة اعتراف الولايات المتحدة الامريكية في سنة 2020 بسيادة المغرب الكاملة والتامة على اقالمه الجنوبية من خلال اعلان رئاسية وارفقت المجلة المقالة بصورة للخريطة الكاملة للمغرب مع صحرائها واشارت المجلة في هذا السياق لان المغرب يعد احد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة خارج حلف شمال الاطلسية في مقال المجلة الخارجية الامريكية نظرة تاريخية على العلاقات التاريخية المتفردة بين المغرب والولايات المتحدة اشارات تاريخية عديدة في ثنية هذا المقال فالمملكة المغربية تعد اول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الامريكية في العام 1777 العلاقات المغربية الامريكية يضيف كاتب المقال شهدت صفرة نوعية بفضل توقيع معاهدة الصداقة في العام 1836 التي أعطت زخما للعلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين بين الماضي والحاضر روابط اقتصادية وسياسية عميقة بين الرباط وواشنطن وتنقل مجلة الخارج الأمريكية عن سفير الولايات المتحدة بالرباط تأكيده أن المغرب بلد نربط معه شراكة عميقة وغنية ومتعددة الأشكال وأكدت دبلوماسي الأمريكي على أهمية الحفاظ على هذه الوتيرة من أجل تحقيق التقدم في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكسب التحديات التي تواجه البلدين وفي هذا العدد الجديد أبرزت المجلة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2020 بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقالمه الجنوبية من خلال إعلان رئاسي وأرفقت المجلة المقالة بصورة للخريطة الكاملة للمغرب مع صحرائها العلاقة الاقتصادية القوية جانب آخر من فصول هذا المقال المخصص للمغرب وشراكته الاستراتيجية وأبرزت المجلة أن المغرب يسرع من وطيرة تحديث بنياته تحتية لتعزيز دوره كقطب محوري استراتيجي في المنطقة ووجهة سياحية عالمية مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب المملكة باعتبارها البلد الجار والحليفة والصديق الأطلسي لأمريكا وفي منطقة تواجه العديد من التحديات يرسخ المغرب مكانته باعتباره فضاء للسلام والاستقرار نقرأ في مقال مجلة الخارج الأمريكية وأشارت المجلة في هذا السياق إلى أن المغرب يعد أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة خارج حلف شمل الأطلسي إذ يقوم المغرب بدور محوري في الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب مبرزة في هذا السياق مناورات الأسد الإفريقي العسكرية التي تقام سنويا بين البلدين والتي تشكل أكبر تمرين عسكري تدريبي في إفريقيا الموقع الجغرافي للمملكة وروافدها الثقافية العربية والإفريقية والأوروبية يجعلها شريكا أساسيا في الجهد الرامية لكسب التحديات التي تواجه منطقة الشمال إفريقيا والشرق الأوسط إذ أن المملكة تشكل صلة وصل حيوية بين إفريقيا وأوروبا وخلصت المجلة فيما قالها بالتأكيد بعدم وجود حليف مستقر وموثوق به في إفريقيا مثل المغرب مذكرة بأن المغرب يحظى بمكانة خاصة في تاريخ العلاقات الدولية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر